بالمناسبة في مشوار الاندال المصرية افريقيا كان في انسحابات ابرزها سنة 67 مثلا نادي الولمبي لما انسحب امام سان جورج الاثيوبي في دور الستاشر ببطولة افريقيا كان بسبب حرب يوني سنة 71 كمان الترجي انسحب امام الاسماعيل في سمن ابطال الدوري العام سنة 79 بكلمش عن الاندال المصرية بكلم على تاريخ الانسحابات يعني انسحاب سنبة التنزاني كلها اطرافها طبعا فرق مصرية انسحاب سنبة التنزاني قدام الزمالك في عودة دور الاثنين وثلاثين قد انسحب والمباركة شغالة يعني ببطولة افريقيا سنة 79 في ابطال الكؤوس وجدين امباسا الاثيوبي انسحب امام الزمالك في دور الستاشر ببطولة افريقيا ابطال الكؤوس سنة 81 ويمكن انا كنت حاضر ده الاهل اعتذر عن استكمال الابطال في دور الابطال في نصف النائم ام تيجي تيزي اوزو الجزائري بسبب رحيل الرئيس السابق انور السادات وده الحقيقة الاهلي لم يعاقب عليه 84 اهل ترابلس بعدما كان وصل الى نهائي كأس الكؤوس امام النادي الاهلي لكنه رفضوا الاهلي لعب امام كانونيا ويندي وفاز بيه ركلات الترجيح سنة 85 نفس الامر النادي النصر الليبي انسحب من مواجهة الاهلي في نصف نهائي بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس سنة 94 الاهلي رفض ان يواجه سان جورج الاثيوبي في دور الستاشر بعد قرار الادارة بمقاطعة بطولات الكاب سنة 94 94 برضو فريق سيبريس الاوغاندي انسحب امام الزمالك بدور ال32 في بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري سنة 96 ديسبورتيفو المزنبيقي انسحب من امام الزمالك في دور الستاشر سنة 2000 كمان فريق حي العرب السوداني انسحب امام الاسماعيلي في دور الستاشر في كاسر الاتحاد الافريقي في سنة 2005 الجيش الرواندي انسحب هو الاخر من امام نادي الاسماعيلي في دور ال32 لكاسر اتحاد الافريقي 2005 كمان كايزر الشيفز الجنوب افريقي انسحب امام الاسماعيلي في دور الستاشر لكاسر اتحاد الافريقي في 2008 التحرير الاثيوبي انسحب من مواجهة الاهلي في دور الستاشر من دوري ابطال افريقيا كل دي كانت ازمات وانسحبات ومشاكل في البطولة الافريقية وكان اطرفها عدد من الاندية المصرية بدءا من نادي اللومبي سنة 67 ومرورا بالاهلي والزمالك والاسماعيلي